هنا في مدينة بورت سودان السودانية على ساحل البحر الأحمر ترمي روسيا بأوراقها السياسية ويلتق نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف بقيادات الجيش وأعضاء مجلس السيادة زيارة لها دلالات واضحة في دعم موقف الجيش السوداني في وجه قوات الدعم السريع وذلك في ضوء التأكيد بوغدانوف بأن موسكو تعتبر مجلس السيادة الانتقالي الممثلة الشرعية للشعب السوداني وأنه يتطلع لتعزيز التعاون مع الخرطوم ومنها الجانب العسكري وما صرح به بوغدانوف يأتي بعد اجتماعه منذ أيام مع مدير جهاز الاستخبارات السودانية في موسكو وكانت الأوضاع العسكرية في السودان في صلب المناقشات وما نشاهده من تطورات روسية حيال السودان سبقه تأكيد صحيفة وول سريت جورنل بأن جنوداً أوكرانيين قاموا بتدريب الجيش السوداني وشاركوا في القتال ضد قوات الدعم السريع وذلك بعض تقارير عن دعم قوات فاغنر الروسية لقوات الدعم السريع وهنا ربما تريد موسكو توجيه رسالة أخرى للغرب خاصة واشنطن بأن لها وجودها ومصالحها التي تبحث عنها في السودان وفي السياق ما يحدث في السودان كشفت وكالة رويترز عن دور إيراني في الصراع السوداني عبر أمداد الجيش بالمسيرات الإيرانية لضرب مواقع قوات الدعم السريع وسط تقارير عن سعي إيران مقابل ذلك لتأمين ميناء أو قاعدة بحرية لها في السودان على البحر الأحمر كما أن الأزمة السودانية لها أبعاد إقليمية ودولية مثل ما حدث بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا فالإمارات ألغت اجتماعات مع مسؤولين بريطانيين ورفضت ونفت لاتهامات بتمويل قوات الدعم السريع بشكل قاطع وأكدت أن ما ترسله مساعدة إنسانية تدعو دائما إلى وقف التصعيد ووقف مستدام لإطلاق النار وبدء حوار دبلوماسي في السودان